اشتركوا في القناة هذه الآية ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر المثلين العظيمين في حال المنافقين وكان قد ذكر قبل ذلك أوصافهم قبل ذلك ذكر حال الكفار وافتتح سورة البقرة بحال أهل الإيمان وما هم فيه من النعيم العظيم بإيمانهم بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالغيب وأنهم على هدى من ربهم وأنهم هم المفلحون ثم سبحانه وتعالى توجه بالخطاب إلى جميع الناس بعدما ذكر هؤلاء الأصناف الثلاثة وقدم وذكر حال السعداء حال أهل الإيمان ثم حذر من حال الكافرين والمنافقين ثم بعد ذلك بيّن للناس أو جاء النداء العام للناس كلهم بعبادة الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون هذا النداء قوله يا أيها الناس وهو أول نداء في هذه السورة السورة وهذه السورة مدنية والمشهور عند العلماء كما جاء في كثير من الآثار أن النداء بيا أيها الناس في الغالب يكون في السور المكية ويا أيها الذين آمنوا في السور المدنية لكن ليس هذا بمضطرد فقد جاء النداء بيا أيها الناس في هذه السورة في سورة البقرة وكذلك في صدر سورة النساء وجاء أيضا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم لعلكم تفلحون في سورة مكية وهو نداء لأهل الإيمان فقد يكون في السورة المكية نداء بوصف الإيمان وقد يكون في السورة المدنية نداء بهذا الوصف وقوله يا أيها الناس وهي سورة مدنية فقال كثير من العلم إن هذا هو الوصف الغالب في النداء أنه يا أيها الناس يكون في السور المكية وقد يقع في السور المدنية وأن يا أيها الذين آمنوا يكون في السور المدنية وقد يقع فيها يا أيها الناس كما هنا فقال يا أيها الناس وهذا نداء أي منادى مبني على الضم في محل نصب والنداء إذا كان علما أو نكرة مقصودة فإنه يبنى على ما يعرب به سواء كان بالضم كما هنا أو كان بالألف في المثنى في حال الرفع أو مثلا بالواو في حال إذا كان جمعا مذكرا سالما فهو يبنى على ما يعرب به يا أيها للتنبيه لا محل لها من العرب والناس بدل من أي يا أيها الناس ثم قال أعبدوا ربكم العبادة العبادة اسم عام لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة فجميع ما يرضاه سبحانه وتعالى من الأقوال من الأفعال والأقوال الظاهرة بالذكر باللسان وكذلك قول القلب وعمل القلب كلها من وصف العبادة والعبادة لا تكون إلا لله وفي هذا النداء إشارة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والمعنى يا أيها الناس وحدوا الله أفردوه بالعبادة لا تعبدوا معه غيره لا تشألوا أحدا من البشر لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا غيره ولا وليا صالحا بل هم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى كسائر الناس يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فتسأل فقيرا مثلك فالسؤال يكون لله والعبادة لله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أعبدوا ربكم أمر والعبادة هذه يدخل فيها كما تقدم جميع أنواع العبادة وأعظمها عبادته سبحانه وتعالى بالتوحيد وعبادته سبحانه وتعالى بما شرع من جميع الأعمال من صلاة وزكاة وصوم وحج وذكر كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى وجاء به نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه من عبادة الله أعبدوا ربكم ثم قال ربكم ما قال مثلا هنا أعبد الله مثلا بل قال أعبدوا ربكم لأن أعبدوا إشارة إلى توحيد العبادة وإشارة إلى معنى خاص لأن هذا خطاب لجميع الناس من المشركين والمنافقين وهو خطاب لمن كان مؤمنا ولمن كان كافرا المؤمن باستمراره على الإيمان باستمراره على العبادة باستمراره على الهداية بأن يزيد من هذه الهدايات كما يقول المسلم كل مسلم في صلاته اهدنا الصراط المستقيم هو يعبد الله سبحانه وتعالى ويشأله المزيد منه هو موحد لله عابد لله ومع ذلك هو يشأله المزيد من الهداية ولهذا الصحيح في هذه الآية أنها عامة لمن كان مؤمنا ولمن كان غير مؤمن بعضها العلم قال إنها خطاب لمن لم يكن مؤمنا من الكفار من المشركين واليهود والنصارى وخصوص اليهود الذين كذبوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون ذلك في كتبهم فهو عام فالأصل العموم لا بدليل يا أيها الناس لأن لفظ الناس عام لجميع البشر لكن يخرج من هذا غير المكلفين فالمكلف تبع لمن يلي أمره وهو إن كان هو من حيث الجملة عبد لله وإذا كان من أولاد المسلمين فهو مفطور على الإسلام فهو تابع وكذلك المجنون لكن هو غير مكلف من حيث الأمر إن من حيث التبعية فهو تبع لوالديه لأفضله مدين تبع لهم في الإسلام أما المجنون فكذلك فكذلك فإن كان من حال صغره قبل بلوقه فهو من أهل الجنة وإن كان بعد ذلك فأمره بحسب حاله لما أصيب بالجنون بعد بلوغه حسب حاله من كان أصيب به هو كافر فهو على الأصل على كفره فالمقصود أن هذا عام عام لجميع الناس يا أيها الناس أعبدوا ربكم قال ربكم في هذا أيضا إشارة إلى من كان يقر بتوحيد الربوبية ولا يقر بتوحيد الإلهية فقال له سبحانه أعبدوا ربكم فهذا الذي يؤمن بتوحيد الربوبية بأن الله هو الخالق الراجق المحيي المميت المدبر المتصرف في الكون الذي لا يخرج في الكون شيء من الأشياء ولا حي من الأحياء ولا جماد من الجمادات عن قدرته سبحانه إذا كنت تقر بذلك فيلجمك أن تقر بتوحيد الإلهية فتوحيد الربوبية يلجم منه توحيد الإلهية وتوحيد الإلهية توحيد العبادة متضمن لتوحيد الربوبية ولهذا قال سبحانه أعبدوا ربكم ثم قال الذي خلقكم خلقكم من عدم سبحانه وتعالى والذين من قبلكم خلقكم وخلق آباءكم وخلق كل من في الكون من بني آدم منذ آدم عليه الصلاة والسلام إلى خلقه جميع من خلق سبحانه وتعالى إلى أن تقوم الساعة فقال أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ثم قال لعلكم تتقون وفي هذا إشارة إلى أن العبادة إلى أن التقوى أخص أخص من العبادة فالغاية من العبادة هي التقوى على أحد الأقوال في هذا لأنه قال عبدوا وقال لعلكم تتقون فكأن الغاية من العبادة هي التقوى وقد يؤيد هذا والله أعلم قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الصيام عبادة ركن من أركان الإسلام وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه كتب علينا ثم قال لعلكم تتقون يعني الغاية من الصيام هي التقوى كذلك العبادة فالمقصود منها هي التقوى وذلك أن التقوى ها هنا كما قال النبي عليه الصلاة وأشار إلى قلب صدره ها هنا التقوى ها هنا ولهذا حين يقبل القلب متقيا لله سبحانه وتعالى تنقاد الجوارح هذا يبين أن الإنسان قد يدخل في عبادة من العبادات كالصلاة سبحانه وتعالى فلا تتحقق تتحقق التقوى تماما عنده لأنه لا يقبل عليها بقلبه فلا يتأدب بآدابها المستحبة بل ربما الواجبة فلا يحضر فيها لكن المقصود هو أن يحضر فيها ولهذا قال لعلكم تتقون وهذا بالإضافة إلى الناس وإلا فالله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء ويعلم ما العباد شائرون إليه من عبادتهم وتقواهم لكن لأجل أن تتحققوا بالتقوى فقال لعلكم تتقون لعلكم تتقون وهؤلاء هم المفلحون هم الفائزون هم أهل الضفر والفوز في الدنيا والآخرة ثم قال سبحانه وتعالى لما قال يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الخلق خلقه لعباده سبحانه وتعالى خلقهم من عدم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وسيأتي ذكر ذكر الخلق بعد ذلك وأنه سبحانه وتعالى خلقهم ثم يعني خلقهم من عدم ثم أحياهم ثم بعد ذلك يمويتهم ثم يحييهم سبحانه وتعالى ثم بين سبحانه وتعالى أنه حين خلقهم يسر لهم أمور حياتهم ويسر لهم ما به تحصل العبادة ويسر لهم ما في الكون وخلق لهم ما في الكون سبحانه وتعالى فهيأ الكون وهيأ هذه الأرض لعباده سبحانه وتعالى ولهذا قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الذي جعل لكم الأرض فراشا سبحانه وتعالى جعلها فراش وطاء مهاد تفترشونها فالأرض ممهدة ولها قال سبحانه وتعالى والذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشون جعلها فراش مهدة إن شئت أن تنام عليها إن شئت أن تسير عليها إن شئت أن تبني عليها إن شئت أن تحفر فيها إن شئت أن تجرع فيها إن شئت أن تبذر فيها فالله سبحانه وتعالى هيأها لكل مصالح العباد يعني جعل لكم الأرض فراشا جعل لكم الأرض الأرض مفعول أول وفراشا إما مفعول ثاني أو حال إن قلت جعل بمعنى صير فإن فراشا تكون مفعولا ثانيا وإن قلت إن جعل بمعنى خلق فهي لا تنصب إلا مفعولا واحدا فإذا كان بعدها منصوب آخر كان حالا من المفعول الأول فالمعنى جعل لكم الأرض فراشا يعني حال كونها فراشا وعلى الإعراب الأول تكون جعل بمعنى صير جعل بمعنى صير تنصي مفعولين والفرق بينها وبين خلق أن خلق تكون لغير الموجود وهو خلق الشيء المعدوم إيجاده من عدم هو قبل خلقه غير موجود أما التصيير فهو موجود فهو جعل هذه الأرض موجودة جعل لكم الأرض يعني جعل لكم صير لكم هذه الأرض فمعنى جعل صير وجعل الأرض أي صير ها فراشا وتكون ناصبة لمفعولين وإذا قيل خلق يعني من العدم وفي كثير من واضع يختلف هل هي بمعنى خلق أو بمعنى صير وهذا يأتي في آيات مثلا في مفتتح سورة الأنعام وجعل الظلومات والنور خلق السماوات والأرض وجعل الظلومات والنور نعم قال سبحانه وتعالى الذي جعل لكم الأرض في راشا والسماء بناء ذكر الأرض قبل ثم الشماء بعد لأن الأرض خلقت أولا ثم الشماء بعد ذلك وهذا على قول جماهير العلماء ومن من يحكيه جماع لكن في قول سبحانه وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها ما قال قبل ذلك أقطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها هذه البعدية ليست في خلقها إنما في دحوها فهي خلقت قبل السماء ودحيت بعد خلق السماء فدحاها وثبتها سبحانه وتعالى فهذا هو الذي اختاره كثير مفسرين في الجمع بين الآيات في هذا الباب فهو شبحانه وتعالى خلق الأرض ثم خلق الشماء وهكذا البناء تبنى أشافله ثم يبنى أعلى فالإنسان حين يبني يبني الأشاشات ثم يقيمها فإذا أقامها شقفها وبنى أعلىها كذلك هذا الكون كالبناء فالأرض هي الأشاش والسماء شقف مرفوع على هذه الأرض وفيها من المنافع العظيمة ما الله به عظيم ما الله به عليم سبحانه وتعالى وتعالى وقد تبين من من نظر في هذا الباب وما في السماء وفي طرقها وفي سيرها وكيف يكون سير السير في هذه في الجو حين يكون السير وأنها طرقات وأنها يعني أمور عظيمة أمور عظيمة مما يعلم ومما الله به سبحانه وتعالى علي ولا يزال يظهر ويعلم شيئا فشيئا سبحان الله العظيم ولهذا قال سبحانه الذي جعل لكم الأرض في راشا والسماء بناء وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وأنزل من السماء ماء السماء الأولى هي السماء المخلوقة قال سبحانه الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الله سبحانه وتعالى لما ذكر وجوب عبادته وجوب توحيده بين سبحانه وتعالى أنه يسر لهم كما تقدم ما تحصل به عبادته سبحانه وتعالى وتتيسر طاعته في جميع ما أمر وأنه هي الأسباب الحسية في مصالح الناس في أمور دينهم ودنياهم جعل جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فإذا كنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر المتصرف فكيف تجعلون له أندادا نظراء وأمثال تعبدونهم دونه سبحانه وتعالى وتسألونهم دونه وأنتم تعلمون بطلان ذلك وأنتم تعلمون بطلان الأنداد بطلان من يدعى من دونه سبحانه وتعالى وأنتم ترون الآيات الدالة على ذلك كيف لا تعبدونه ولا توحدونه سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وهنا قال فلا تجعلوا هذا النهي لجميع الخلق كما أن الأمر لجميع الخلق في قوله يا أيها الناس أعبدوا فهو سبحانه وتعالى بدأها بالأمر بالتوحيد في الآية التي افتتحت قبل في الدرس في أول الدرس وفي ختام الآية الثانية ختمها بالنهي عن جميع أنواع الشرك وبينهما ذكر سبحانه وتعالى ما هيأ ورتب لعباده ويسر لهم أمور الخير ثم قال سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين بأعلى أنواع الفصاحة والبيان وكان العرب هم أهل الفصاحة وأهل البيان فقال سبحانه وتعالى في مقام التحدي لهم في مقام التحدي لهم وإن كنتم في ريب في شك واضطراب مما نزلنا على عبدنا من هذا القرآن العظيم مما نزلنا على عبدنا هو محمد عليه الصلاة والسلام وذكره بأشرف أوصافه صلوات الله وسلامه عليه ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فأتوا بسورة من مثله تحداهم الله سبحانه وتعالى يأتوا بسورة من مثله وتحداهم سبحانه وتعالى أن يأتوا بعشر سور مفتريات مثله وتحداهم أن يأتوا بقرآن مثله قل إن اجسمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضهيرا عوينا لو اجتمعوا على هذا لم يستطيعوا ولن يستطيعوا ولهذا قال سبحانه وتعالى وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله والنبي عليه الصلاة والسلام وكل نبي آتاه الله سبحانه وتعالى من الآيات ما آمن على مثله البشر آتاه من الآيات عليه الصلاة والسلام ما ليس في مقدور الخلق الإتيان به ما ليس في مقدور الخلق الإتيان به ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وغيره ما من نبي إلا قد آتاه الله ما من نبي إلا ما من نبي يعني من أنبياء الله سبحانه وتعالى إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته هذا يعني هذا الكتاب وهذا القرآن أوتي هذا القرآن عليه الصلاة والسلام ما يعني بعث وارش الله إلا ما آمن على مثله البشر وإنما الذي أوتيته هذا القرآن أو قال القرآن يتلى عليه الصلاة والسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولهذا لما كانوا هم من أفصح الناس وأعلى الناس وهذا أمر مشهور عن العرب فلم يستطيعوا أن يأتوا بسورة بمثله سواء كانت السورة طويلة أو قصيرة فلن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا ولن يستطيعوا أن يأتوا بسورة مثله ولا أن يأتوا بسورة من مثله وقيل في قوله سبحانه وتعالى لما قال فأتوا بسورة من مثله قيل من مثله يعني من مثل يعود إلى القرآن وقيل من مثله من مثل النبي عليه الصلاة والسلام وهو هذا النبي الأمي الذي تعرفونه أنتم وتربى بينكم تعرفونه ومع ذلك أتاكم بهذا القرآن العظيم فهل تستطيعون برجل مثله على هذا الوصف يأتي بمثل هذا القرآن فالقولان متلازمان لكن الأشهر أنه المراد هو القرآن لقوله فأتوا بسورة من مثله يعني مثل هذا القرآن لدلالة السور لدلالة الآيات الأخرى فأتوا بعشر سور مفترية مثله وفي سورة يونس بسورة مثله وفي الإسراء قل إن اتسمعت الإنس والجن علي يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهر وفي هود بعشر سور مفتريات هذا يبين أن المراد من مثل هذا القرآن ولهذا قال ولا تكتفوا بهذا ادعوا شهداءكم ادعوا أعوانكم ادعوا من يشهد لكم ادعوهم كما قال سبحانه في الآية المتقدمة قل لئن اتسمعت الإنس والجن علي يأتوا مثل هذا القرآن لا لا يأتون مثل ولو كان بعضهم من بعض ظاهران ليس مجرد أن يجتمع هؤلاء القوم وحدهم وشهداءهم لا ولو اجتمع الناس كلهم جنهم واتمعوا جنهم وإنسهم الخلق لن يستطيعوا ذلك ولها قال وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين في دعواكم إذن بطل قولكم فلم يبقى ماذا إلا المكابرة لم يبقى إلا المكابرة والعناد ولهذا كان كفرهم بعد ذلك كفر عناد وكفر مكابرة فلم يبقى لهم حجة ولهذا قال بعد ذلك فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين هذا تحدي آخر يعني هو سبحانه وتعالى يقول فإن لم تفعلوا في هذه الحال ولن تفعلوا أنتم ولا من بعدكم ولن يستطيع أحد أن يفعل هذا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار يعني ذكرهم سبحانه وتعالى وحذرهم أنه ليس أمامكم بعد هذا العناد والتكبر والمكابرة إلا نار جهنم فاحذروا أن تلقوا ربكم سبحانه وتعالى الذي خلقكم ورجقكم ويحييكم ويميتكم أن تلقوه على مثل هذا احذروا فاتقوا النار هذه النار ليس وقودها الحطب ليس وقودها الأشجار لا وقودها الناس والحجارة ليست كنار الدنيا نار عظيمة حتى قال بعض العلماء وهذا ثبت عن المسعود عند ابن جرير عن عبد الله مسعود رضي الله عنه بسند صحيح أنه قال إنها حجارة الكبريت عياذا بالله من ذلك وهي أشد الحجارة وهي أشد أنواع حجارة توقدا وتلهبا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وقيل إن المراد بالحجارة الأصنام التي يعبدونها وما يؤلينه ويصنعونه دون الله ويعبدونه لقوله سبحانه وتعالى فإنكم وما تعبدون حصب جهنم أنتم لها واردون يعني ممن يعبد هو راض بذلك ومن يعبدونه من الأصنام من الأحجار والأوثان ولا يمنع أن يكون المراد أن يكون الجميع لأنه لا تنافية بين الأقوال في هذه الحالة أعدت يعني أن النار معده مهيئة مخلوقه وهذا مذهب أهل السنة والجماعة لمن للكافرين هذا يبين أن أهل الإسلام لا يخلدون في النار ممن عصى ومن من دخل النار وأن نار جهنم عدت الكافرين فهم خالدون فيها أبد الآباد ودهر الداهرين وأن من يدخلها من العصات فيطهر ويخرج منها ثم ناره التي يعذب فيها ليست كنار الكفار ولهذا في حديث أبي سعيد الخدري بصحي مسلم فآماتهم الله إماته يعني لما ذكر العصات حين يدخلون النار فالمقصود أنه أعدها الله سبحانه وتعالى للكفار أعدت أعدت للكافرين هيئت لهم وهذا تحذير عظيم لمن كابر وعاند ثم قال سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت نار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون لما ذكر سبحانه وتعالى في قوله عدة الكافرين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت النار وهذا كما قال سبحانه وتعالى الله متع مثلي أن الله سبحانه وتعالى يذكر الشيء وضده يذكر الشيء وضده يذكر حال الشعداء يذكر حال الأشقياء ثم يذكر حال الشعداء ويذكر حال الكفار ثم يذكر حال أهل الإيمان كما ذكر هنا عدة للكافرين ثم قال وبشر الذين آمنوا فهذا من معاني مثانية مثانية قال وبشر وبشر الذين فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر أهل الإيمان أنهم على خير وأنهم موعدون بخير عظيم والتبشير في الأصل والأغلب أنه يكون في أمر الخير وإلا قد يكون في الشر كما قال سبحانه بشرهم بعذاب أليم يعني قد يكون في الشر لكن الأغلب أنه يكون في الخير وسمي من هذا لأن الخبر والبشرى تظهر على ظاهر البشرى في بشرى الخير يظهر السرور والأنس والفرح يراه المبشر في المبشر ويراه من يعني رأى حال هذا المبشر يراه على بشرته ظاهرا في وجهه يرى ذلك ولهذا قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار جنات عظيمة بساتين سمي الجنات من اجتنان فهي جنات عظيمة بأشجارها وثمارها وأنهارها وله قال تجري من تحتها الأنهار في جنات النعيم كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل هم في نعيم دائم في سرور في حبور هم وأهلوهم في الجنة على سرور متقابلين في نعيم عظيم ودرجاتهم مختلفة لكن كلهم في سر كل من أهل الجنة لا يرى أن أحدا أفضل منه والآيات والحديث في هذا كثيرة في الجنة وصف الجنة ولهذا قال تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزقا من ثمرة الرزقا من ثمرات الجنة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل اختلف العلماء على قولين قيل من قبل أي في الدنيا وقيل من قبل يعني أنهم يؤتون بطعام في الجنة فيأكلونه ثم يأتيهم الخدم والولدان الذين يطوفون عليهم بطعام آخر يقول هذا الذي رزقنا من قبل وأتوبه متشاف قال هذا الذي رزقنا من قبل واختار ابن جرير رحمه الله أن من قبل أي في الدنيا في الدنيا هذا الذي رزقنا من قبل يعني يعني أنه كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهما أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء تقول موج ورمان وعنب الإسم نفس الإسم الطعام مختلف واللد مختلفة ولهذا فيها أنهارها من الماء واللبن والخمر والعسل فالإسم واحد لكن الطعام فرق عظيم فلهذا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل يعني في الإسم أن الإسم كما قال ابن عباس واحتج ابن جرير بأن قال إن قولهم هذا الذي رزقنا من قبل الآية مطلقة في جميع أحوال أهل الجنة وأول ما يدخلون الجنة في أول أكلة وطعام يأكلونه يقولون هذا وهم لم يتناولوا في أول أكلة في الجنة هي هذه فتكون التي قبل أين هي في الدنيا يقول الأكلة الأولى التي يأكلونهم يقول هذا الذي رزقنا من قبل وكثير فسرين قالوا من قبل يعني من قبل هذه الأكلة في الجنة هذا الذي رزقنا من قبل يعني على هذا القول من قبل إذا كان في الجنة أي في الإسم وفي الشكل شكله مثل شكل الذي أكلناه قبل من الجنة ولونه مثل لون الذي أكلنا قبل في الجنة فيقول لهم الذين يطهن عليهم كنوا فاللون واحد والطعم مختلف فاللون واحد والطعم مختلف يعني يتفكهون ويأكلون من هذا النعيم المقيم وليقال وأتوا به متشابها ويقال إنه تشابه فسواء قيل إن التشابه مثلا في الإسم مع إسمه في الدنيا على قول بن جرير أو أن التشابه في اللون والإسم والشكل لكن الطعم مختلف فيتفكهون بأنواع كثيرة من الطعام هذا له لون وهذا لون وهم يأكلون من هذا الثاني على قدر يعني لذة التي فلا يقول مثلا حين يأكل أنه يجد لا يجد شهية لا شهيته وأكله باقية لهذا الطعام في الجنة وأتوا به متشابها واختار بعض المفسرين قولا ثالثا أنهم يقولون أن التشابه هنا أتوا به متشابها حال من نفس أهل الجنة أهل الجنة يعني أنه أنه أو أنه متشابه جميعه في اللذة وفي ما يكون من طعمه الذي أكلوه فهي غاية في اللذة وغاية في الانتفاع والمعنى متقارب على هذه الأقوال فهو ربما يكون من اختلاف التنوع على بعض الأقوال قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ثم ذكر سبحانه وتعالى من تمام نعمة قال ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون هذا هو اللذة العظيمة حينما يكونون خالدين في الجنة فلا تتنقص حياتهم فهم لا يهرمون ولا يسقمون ولا يموتون ولا يبولون ولا يتغوطون ويكون هذا الطعام الذي يأكلونه يتحول عرقا يفيض مسكا رشح مسك إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا كما رواه مسلم عين نبي عليه الصلاة والسلام وفي الصيحين من حديث ابن عمر أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يؤتى بكبش أملح فيوضع بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون ويا أهل النار فينظرون على وصف الله أعلم به إنما نؤمن بهذه الأخبار على وصف والحال الله أعلم به لكن حين يدخلون ينادون فيقال يا أهل الجنة وينادى يا أهل النار فينظرون فيؤتى بهذا الكبش بكبش فيذبح بين الجنة والنار هذا الكبش فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود فلا موت فيزداد أهل الجنة نعيما إلى نعيمهم ويزداد أهل النار حسرة إلى حسرتهم نسأل الله الجنة والنعيم مقيم ونعوذ به من النار سبحانه وتعالى ولهم فيها أزواج مطهرة أزواج مطهرة مطهرة من الخناء وقول الزور والكذب والأخلاق الشيئة فلا لغوة فيها ولا تأثيم ومطهرة من كل ما يكون في الدنيا فلا حيضة ولا نفاس فهي مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ثم لما ذكر سبحانه وتعالى حال أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم ذكر سبحانه وتعالى مثلا عظيما فقال إن الله لا يستحي أن يضر مثلا ما بعوضة فما فوقها لعله يمكن يطول الكلام هذا لعله نقف علامة ونأخذنا الشيئة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة